مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها للتنمية عالية الجودة في الصين الصين التي أصبحت اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وكلنا يعرف أن العالم فيه أكثر من مئتي دولة يعني أن تكون رقم أثنين في العالم هذا ليس بالأمر الهيئ ولكن الصينيين لم يرضوا بالمرتبة الثانية بل يريدون الصدهرة وأن يكونوا رقم واحد في كل المجالات لذلك نجدهم كل فترة يقومون بتحديد سياسة اقتصادية لفترة معينة وحينما تستوفي كل أهدافها يمرون إلى الخطة التالية فمنذ تطبيق سياسة الأصلاح والانفتاح مر أبناء الشعب الصيني بقفزة كبيرة من عدم كفاية الغذاء والملبس إلى الازدهار اعتمادا على التنمية ونجحت البلاد في القضاء على الفقر المتقع في جميع أنحائها وذلك عبر جعل التنمية هي أولوية الحزب الشيوعي الصيني في ممارسة السلطة والنهوض بالوطن هذا ما أكده شيجي بينغ في تقرير ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في 16 تشرين الأول أو أكتوبر الماضي وفي ظل اعتبار التنمية أساسا ومفتاحا لحل مختلف المعضلات وتحقيق سعادة أبناء الشعب في الصين بلا شك أن بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية على نحو شامل ودفع النهضة العظمى للأمة الصينية على نحو الشامل لا يزالان يحتاجان إلى الاعتماد على التنمية ومع التنمية المستمرة للاقتصاد الصيني وتعمق الأصلاحات طرحت الصين تعبيرا جديدا عن التنمية العالية الجودة للمرة الأولى في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 2017 والذي يشير إلى أن الاقتصاد الصيني انتقل من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية عالية الجودة ونظرا لأهمية هذا التحول وتداعيته على الصين نفسها والعالم العربي خاصة والعالم عموما قررت إدراج هذه الحلقة في سلسلة قيامة دولة والتي فيها أغلب القفزات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن أهم خصائص التنمية عالية الجودة في الصين وما هي تداعيات النجاح الصيني في هذه التجربة على العالم وما هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه العرب من التجربة الصينية كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أنا حمدي القروي حرب شو يجب أن نعلم أن الشعب الصيني هو أكبر شعب على كوكب الأرض يكفي أن نعرف أنه من بين كل سبعة أشخاص على الأرض يوجد واحد يحمل الجنسية الصينية على أقل تقدير لذلك يعتبر تغير استراتيجية التنمية الاقتصادية للصين هو خيار حتمية تماشى مع حجم الشعب الصيني العملاق ومع ما يتطلبه الأمر لتحقيق تنمية شاملة لهذا الشعب والآن تسعى الصين لتغيير نمط تنميتها السابق المتمثل بالاعتماد على عدد كبير من عوامل الإنتاج إلى التركيز أكثر على الجودة والكفاءة وقد بدأ الالتزام بتنفيذ فلسفة التنمية الجديدة التي تؤكد التنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة للجميع وبناء نمط تنموي جديد يعتمد على التجارة الخارجية ويعزز الاندماج بين التجارة الداخلية والخارجية يعني الصين كانت في السابق تريد الدخول في صناعة وتطوير أي منتج أو أي تكنولوجيا أو أي تقنية يتم اختراعها ولم يكن يوجد اهتمام كبير بالجودة في المقام الأول بل كانت الأولوية تكوين جيل كامل من العلماء والمهندسين في شتى المجالات بلغة أخرى يجب على الصين أن تكون قادرة على صناعة أي شيء في هذا الكوكب لذلك اكتسب المنتج الصيني رواجا عالميا نظرا لرخص ثمنه ولكن في المقابل كانت جودته متدنية أما الاستراتيجية الجديدة فهي تكملة لما سبق البدء فيه ولكن هذه المرة مع جعل الصين تركز على الجودة في المقام الأول لذلك قامت الصين ببناء محطة فضائية من صنعها الخاص وأطلقتها إلى الفضاء بجهود صينية خالصة ولذلك تعتبر شركة BYD أكبر شركة في العالم تنتج السيارات الكهربائية ومتفوقة حتى على شركة تيسلا من حيث عدد سيارات المباعة في العالم ولذلك نجد كذلك ثلاثة شركات صينية في صناعة الهواتف من ضمن أكبر شركات الهواتف في العالم فبعد شركة أبر الأمريكية تأتي شركة سامسونج الكورية الجنوبية ثم تأتي شركات الصينية مثل شاومي وهواوي وأوبو وتخيلوا أن العالم فيه ألاف شركات لصناعة الهواتف وأنت لديك ثلاثة من بين أكبر خمسة شركات في العالم وهذا المثال قطر من بحر ما تخطط الصين للقيام به في الفترة القادمة فلقد أكد شيجي بينغ في آخر خطاباته لإنجاز بناء دولة اشتراكية عصرية قوية على نحو شامل يتعين علينا التمسك باتخاذ دفع التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى بلغة أخرى تعتمد التنمية عالية الجودة بشكل أساسي على حيوية الاقتصاد وابتكاره والتنافسيته ومن أجل تحسين هذه القدرات تسرع الصين في تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار وتكيف جهودها لتحقيق مستوى عال من الاعتماد على نفسها في الأبحاث العلمية والتكنولوجية وحشة القوى وتركيزها على تسوية المشاكل المستعصية في أبحاث العلوم والتكنولوجيا الأصلية والرائدة لتحقيق اختراقات في بعض التقنيات الحاسمة والمحورية في عصب الصناعة العالمية واسترشادا بهذه الاستراتيجية أحرزت الصين نتائج جيدة في مجالات صناعة الفضاء المأهول وسبري الأقمار والمريخ واكتشاف أعماق البحار والأرض والحواسيب فائقة الدقة والملاحة بالأقمار الصناعية ولعلمك الصين استطعت أن تبني أكبر تليسكوب في العالم فيها مجهز بأكبر حسوب قادر على تحليل مليارات البيانات في ثانية واحدة بالإضافة لاختراقها المجال الجوي الأمريكي عبر منطاض غير مأهول متحكم فيه عن بعد ولم تكتشف أمريكا إلا بعد ثلاثة أيام من دخوله المجال الجوي الأمريكي وعبوره على أهم المحطات النووية ومركز تخصين الأسلحة الاستراتيجية في أمريكا بالإضافة إلى تركيز الصين على المعلومات الكامومية والتقنيات الكهرونووية لذلك نجد الصين تمتلك أسرع برنامج للطاقة النووية حيث تتوفر على ثمانية وعشرين مفاعلا جديدا قيد الإنشاء بغض النظر عن مفاعلاتها السابقة والتي عادة ما لا تكشف عنها وعن أعدادها مع العلم عدد المفاعلات النووية في العالم في حدود الأربعمائة مفاعل مقسمة على ثلاثة وثلاثين دولة فقط والصين لوحدها تخطط لبناء خمسين مفاعلا إضافيا لما تبنيه الآن وما بنته في الماضي أصلا كذلك آلة الصناعة الصينية تركز على صنع الطائرات المدنية المخصصة للركاب عبر شركاتها المملوكة للدولة مثل كوماك فخر الصين لصناعات الجوية لتنافس شركة أيرباس وبوينغ الأمريكية التي تمتلك لوحدها أكثر من 90% من صناعة الطائرات المدنية والتجارية ولننسى اهتمام الصين بمجالات حيوية أخرى مثل الطب والأدوية والأحياء والأمراض الجرثومية والبيولوجية وغيرها من المجالات خلال السنوات الماضية وهذا جعلها تنضم إلى ركب الدول المبتكرة في العالم في هذه المجالات الرئيسية وتعد التنمية الخضراء رمزا مهما آخر لانتقال اقتصاد الصين من مرحلة نموء السريع إلى مرحلة التنمية عالية الجودة خلال السنوات الأخيرة دفعت الصين التحول الأخضر إلى نمط التنمية وتنفيذ استراتيجية الترشيد الشامل وتطوير الصناعات الخضراء والتخفيض من الانبعاثات الكربونية والدعوة إلى الاستهلاك للمنتجات المقتصدة للطاقة في الوقت نفسه تتمسك الصين بالانفتاح العالي المستوى على الخارج وتدعيم التنمية عالية الجودة لبناء المشترك للحزام والطريق مع الدول العربية وتتقاسم معها عائدات التنمية وخلال سنوات استمر تعميق التعاون بين الصين والدول العربية أثمر سلسلة من المشاريع الضخمة في مجالات الطاقة والاتصالات والمناطق الصناعية وزاد التعاون العلمي بين الجانبين وتطوير التعاون في مجالات الطاقة النووية واكتشاف الفضاء والأقمار الصناعية والطاقات الجديدة كما تطور التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الفايف جي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها وبناء عليه يمكن أن أقدم لكم مثال على التعاون الصيني العربي حيث فازت الصين ببناء شبكات الجيل الخمس للأنترنت في أغلب الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية رغم الحظر الأمريكي لها لأن أمريكا تعرف جيدا التفوق التكنولوجي للصين الذي أصبحت فيه اليوم وهو الآن يمر بأسرع فترات النمو وتعميق الفجوة بين الشركات الصينية والأمريكي لأن الصين تفوقت بالفعل على أمريكا في هذا المجال مثال بسيط تعد شركة هواوي الصينية هي المرشح الأوفر حظا في السباق العالمي لتقديم معدات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم حيث تمتلك هواوي أكثر من 1529 براءة اختراع خاصة بالجيل الخامس وهي بذلك صاحبة العدد الأكبر والأكثر أهمية من براءة الاختراع تليها شركة نوكيا الفيلندية بحوالي 300 اختراع ثم تأتي الشركات الأمريكية وتسرع الصين في إنشاء نمط تنموي جديد ودفع التنمية عالية الجودة التي لا تعود بالنفع على التحول الاقتصادي الصين والتنمية على مداء الطويل فحسب بل تضخ زخما أيضا لتحقيق تنوع وارتقاء واستدامة لاقتصادات الدول العربية وهذا ما تهدف إليه من خلال مبادرة الحزام والطريق للتعاون المشترك مع الدول العربية اعتمادا على النمط عالي الجودة في التنمية لذلك يجب على العرب أن يأخذوا العبرة من التجربة الصينية فحينما كانت الصين دولة فتية نسبة الشباب فيها أكثر من 60% كانت تعاولوا على رخص اليد العاملة وتركزوا على حجم الإنتاج غير مبالية بالجودة والآن بدأ المجتمع الصيني في التهرب ونسبة الشباب تنقصوا ما زاد في أجور العمال الصينيين وهذه الزيادة حتمت على الصين الدخول إلى نادي الدول الصناعية التي تركز على الجودة من أجل نيل مكاسب مالية أكثر لأن المنتج ذو الجودة العالية يكون سعره أغلى وهذا يساهم في تلبية أجور العمال الصينيين التي في ارتفاع مستمر أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجابكم لا تنسوا أعزائي المشاهدين للاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت القاهرة إذن الآن بعد أن عرفنا كل هذه المعطيات يجب أن نوظفها على عالمنا العربي هذه فرصة مهمة للدول العربية الصاعدة خاصة مصر التي تشهد تفجرا ديمغرافيا دولة فاتية سوق ضخمة صحيح أن مصر لا تقارن بالصين فالاقتصاد الصيني كبير جدا وحتى نسبة السكان في الصين أكثر من مصر بأربعة عشر مرة ولكن دولة مثل مصر الآن يمكن أن تكون هي صين أفريقيا بالتركيز على الصناعات المختلفة ومحاولة استقطاب أي شركة يمكنها أن تصنع أي منتج ولكن المهم أن تشغل المصريين وتوفر عوائد اقتصادية للدولة هذا ما بدأت به الصين فالدول التي تشهد قفزات ديمغرافية في عالمنا العربي يجب أن تأخذ العبرة من المنويل الصيني والدول التي الآن في مستوى يعني متوسط من النمو الديمغرافي مثل تونس مثل كذلك الجزائر المغرب يجب أن تركز أكثر على مستوى جودة الخدمات وجودة منتجتها هذه هي لب هذه الحلقة وهذه حلقة كذلك لتعريف شبابنا العربي بحجم التقدم الذي حدث في الصين وكيف الآن هي تقارع دولا أصبحت متخلفة تكنولوجيا عن الصين نفسها يعني الصين كانت متخلفة وصلت إلى ما وصل إليه الأوروبيون والأمريكان وغيرهم والآن بدأت في سباق لتجاوزهم وبالفعل تجاوزتهم في عدة صناعات مهمة وما زالت سوف تتجاوزهم في السنوات القليلة القادمة كان معكم حمدي القروي عرب شو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر